مشاهدين الأفاضل أهلا ومرحبا بكم سعيد بلقياكم في هذه النشعة الإخبارية اليوم سنعرض لكم موضوع عن هز الشعب المغربي قبل البدء لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والشراكة في القناة ليسلكم دائما كل جديد إليكم التفاصيل تشهد تذكر طيارا ارتفاعا ملحوظا في فصل الصيف حيث يسل سعرها إلى دعف التمن في فصل أخرى يستغل هذا الارتفاع وجود الجارية المغربية التي تزور المغرب خلال عطلة الصيف للقاء العائلة والأحباب توضح الحقيقة أن بعض شركات الطيران تتحكم في أسعار التذاكر دون اعتبار للظروف الاقتصادية التي يعاني منها أفراد الجارية المغربية بما في ذلك البطالة والأزمة الاقتصادية يتكبد أفراد الجارية العديدة من التضحية والتقليصات في دخلهم لتأمين تكلفة السفر إلى المغرب وتزيد أسعار التذاكر في بداية فصل الصيف إلى مستوية تفوق الدعف ولا ينبغي أن ننسى أن معظم الأسر تضم أربع أشخاص على الأقل تشكل هذه الزيادة الكبيرة في أسعار تذاكر السفر حقيقيا على مستقبل أبناء الجارية وجهودهم للتواصل مع بلدهم الأصلي حتى في إجازات سنوية قصيرة لا تتجاوز شهرا قد يتجه العديد من الأسر إلى عدم السفر إلى المغرب واختيار قداء عطلة الصيف لأبنائهم في وجهات أخرى مثل إسبانيا وتركيا والبرتغال وعلى الرغم من أن جيل الأجيال الأولى لا يزال مرتبطا بوطنهم ويعطيه قيمة كبيرة إلا أن وجود رابطة قوية مع الأجيال اللاحقة مهدد جدا إذ لم تتخذ الحكومة وشركة الطيران إجراءة لتخفيف الصعوبات التي يواجهونها كان معكم مدعو قناة الواقع كما هو دمتم في رعاية الله وحفظه بحفظه